السلام عليكم وإذا شاف أنه هذا الأطفال ورثه وزوجته بانت عنه حاب يرجع للإسلام ما يقبل منه نوعا ما نسبيا وأيضا الأحكام تبقى على حالها يعني أطفال يبقون يريثون هذا الشخص وزوجته تبقى أنه تبين عنه والمسألة الثانية أنه يمثل هذا الشيء بالقتل يقول إذا شخص قتل بعد أن يتوب المقتول ما يرجع إلى حياته فنقول له استغفر هاي من نفس الشيء المرتد الفطري بعد ما يرتد بس يستغفر وما يرجع للإسلام رأسا يكون الحكم أنه هو القتل هذا هو الاستفسار وأرجو أنه توضح وكيف إذا ملحد شاف هذا الشيء راح ينفر من الدين أو يعني يجب أن يكون الجواب بطريقة ثانية ممثل هذا السيد صباح شبر لأنه جميع أي ملحد أو أي شخص لا ديني يسمع هذا الكلام ينفر من الدين الإسلامي تكلم بطريقة وكأنها طريقة الدواعش وطريقة الإرهابين وهذا ما يروجون له الملاحدة واللا دينيين هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطهري كم الله الله سبحانه وعلى محمد وآله محمد وعلى محمد وعلى محمد الفرجاء مرحبا يعني لا يخفى أنه هذا الرأي الذي نقل هو رأي مشهور الفقهاء هكذا يقولون لأنهم تعاملوا مع جوامد النصوص التي وردتنا ووصلت إلينا في قباله رأي آخر هذا الرأي الآخر ممن يتبناه المجدد الثاني رحمة الله عليه يقول أهل هذا الرأي الثاني أن المرتد الفطري تقبل توبته إذا تاب يرتفع عنه العقاب والمقصود به الحد ها هنا ولهم يعني أدلتهم على هذا الشيء فمن أراد فليراجع بإمكانه أن يرجع إلى موسوعة الفقه للمجدد الثاني فإنه يذكر ذلك في موسوعته نحن إجرائيا إجرائيا مع الرأي الثاني لكننا على الأدق لسنا بأهله لسنا من أهله يعني لا نلغي الرأي الأول لأن هناك نصوصا قاطعة في هذا الشأن إنما نوفق بين الرأيين لأننا لا نرى لهذه النصوص أو لا نتعامل معها على أساس كونها جوامد نصوص العقوبات في الإسلام مبنانا أنها ليست بجوامد بمعنى أن هذه النصوص الحاكم على تفسيرها ما يبينه لنا هو السيرة العملية سيرة النبي وأهل البيت عليهما السلام هل ياترى رأينا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في سيرته عفى عن مرتدين نعم وأجرى حدا على مرتدين نعم نعم هل رأينا أمير المؤمنين عليه السلام يفعل الشيء ذاته نعم ما ورد في الشريعة على أن عقابه القتل أو جزاءه القتل كثير من الجرائم جزاؤها القتل سب الله مثلا مثلا على سبيل المثال سب النبي سب المعصوم عليهما وآلهما الصلاة والسلام يا ترى كم رجلا سب النبي كم امرأة سبت النبي صلى الله عليه وآله والنبي ولم يقتلهما كذلك أمير المؤمنين عليه السلام صنكان الخوارج يسبونه ليلا ونهارا شنو كان يقول إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب مثلا إلى إما المعصومين عليهما السلام نفس الشيء فما الذي نستخلصه من هذا أن هذه العقوبات بهذه الألفاظ المشددة هي من قبيل العقوبات الأدبية لتحقيق جانب الردع جانب الردع مثلما لو حكم على شخص لدى المحكمة بعقوبة مع وقف التنفيذ هذا الصلاح شنو رائج الآن أنا مما حكم علي في الكويت مثلا واحدة من القضايا تدري الحكومة عشرات القضايا يمكن رفعوا علي قضايا متعددة واحدة منها كانت قضايا سب صحابة ما سب صحابة بتعبيرهم حكم ستة أشهر سجن مع وقف التنفيذ شنو فائدت هذا الحكم يقول لك هذا ردع أدبي أنه أنت الجريمة التي ارتكبتها تستحق السجن ستة أشهر لكن مراعاة لحالك أو مثلا لظروف البلد يعني مصلحة ما نوقف عنك هذه العقوبة بس أنت تستحقها أنت مستأهلها لا شك أن الذي يسب الله جل وعلا ويلحد به وهو الذي خلقنا ووهبنا نور الحياة وهو المنعم علينا لا شك أنه مستحق للقتل لا شك ولكن نحن نقول هذا الاستحقاق استحقاق أدبي أنت تستحق القتل لكن ننتظر مشيئة الله فيك نحن نحكم عليك بالقتل مع وقف التنفيذ فقط لإيصال هذا الردع لك أنه ترى اللي أنت ارتكبت يستأهل القتل ترى لكننا لا نوقع ذلك عليك طيب ليش لا نوقع ذلك عليك خاصة في هذا الزمان لأنه من هو نائب الله في الأرض وكيل الله منه أنا أنت حتى الحاكم الشرعي له هذه الوكالة المطلقة والنيابة المطلقة عن الله عز وجل كلا الوحيد الذي له هذه الوكالة المطلقة والنيابة المطلقة هو الإمام المعصوم عليه السلام صحيح الإمام المعصوم هو المتكلم بسم الله هو الذي الله يبلغه يقول له هذا فلان يستحق القتل قتله هذا فلان ما يستحق القتل لد قتله قد يكون مستحق القتل لكن عندي فيه ماذا حكمة معينة وريد أن أبقيه عمر كان مستحق القتل عمر لما قال إن الرجل لا يهجر عيسى بلي رسول الله صلى الله عليه وآله يستحق عليه القتل هذا ليش النبي ما قتله مثلا يعني ابن الكواء اللي سب أمير المؤمنين عليه السلام خوارج كان يستحق القتل ليش ما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الله يؤمر أمير المؤمنين يؤمر النبي يقول لهم أنا هذا عندي فيه حكمة أريد يبقى هذا أريد أختبر بين ناس هناك اتصال بين الله وبين وليه في الأرض نبيا كان أو وصيا صحيح فهو يستطيع أن ينفذ الحكم في مواضعه بحيث ما يكون به ذرة خطأ أنا وإنت ما عندنا هذا الاتصال لذلك كيف لنا أن نطبق مثل هذا الحكم وهو حق الله مو حقنا إحنا شلو أن نقدر نطبق هذا الحكم قد يكون حكمنا فيه اشتباه هاي تطير رقبة إنسان مو مسألة بسيطة هذه نفس صحيح أم لا ممكن حكمنا يكون بإشتباه ممكن ما يكون بإشتباه لكن الله عز وجل له حكمة في أنه هذا الشخص يعيش يريد أن يبتلي به الناس مثلا يريد أن يعطيه فرصة أخرى مثلا ممكن كل شيء يصير ما دمنا في زمان الغيبة والمعصوم عليه السلام ليس باسط اليد يعني ليست له حكومة فعلية فكل ما كان من حق الله حق النبي حق المعصوم ليس لنا أن نتدخل فيه بأقصى من التعزير ونحو ذلك تعزيري ممكن كعقوبة يعني حتى يعني تحفظ الصالح العام أما نصل إلى حد القتل ونحو ذلك ليس لنا هذا سائر الأحكام الأحكام الأخرى كبينونة الزوجة مثلا نعم هذه تترتب هذه لازم تترتب واحد إذا كفر بالله عز وجل وارتد مثلا فلا تبين منه زوجته بلا تبين لأنه شرط بقاء عقد النكاح أن يكون الزوج مسلمة طيب الكلام الآن في التوبة أنه هل تقبل توبته أم لا تقبل أيهما كان إذا أخذنا بالرأي الأول الرأي والثاني هذا حسب بعد مرجع التقليد والحاكم شنو يقول الحاكم الشرعي في هذه المسألة أيهما كان هو مستحق لمثل هذه العقوبة هذا مستحق أنت ما قدرت الله عز وجل تريد أن تبقى معك زوجتك وأنت ما احترمت الله الزوجة اللي تشوف زوجها ما يحترم الله يسب الله عز وجل ويلحد بالله عز وجل كيف تأمنه على نفسها هذا للأله ما احترم ما احترمه يحترم الزوجة في هذه الحالة ما يحترمه فالأحرى لها الأفضل لها أنه أصلا هذا تتركه أساسا يعني نعم إذا أخذنا بالرأي الثاني أنه هو مرتد فطري وله أن يتوب وليس عليه شيء حينئذ فترجع إلى زوجته ماكو مانعه مثلا لكن مسألة إيقاع الحد هذه ليست لنا طيب أكو مسألة أخيرة فرعية في هذا هذا حسب طبعا رؤيتنا الكلام كل يم الحاكم الشرعي ماذا لو كان هذا الإلحاد بالله وهذا الارتداد مفضيا إلى أفعال إجرامية تهدد السلم العام تهدد الصالح العام حينئذ لنا أن نعدم الجواب نعم ليش؟ لأننا في إجراء مثل هذا الحكم حينئذ لسنا ننوب عن الله ننوب عن أنفسنا عن المجتمع المجتمع في خطر عرفتوا مثل أحسنتم مثل حالات الإرهاب ونحو ذلك أحيانا يصبح هناك إرهاب متوحش الحادي مثل ما صار في العراق في زمان صعود الشيوعية الشيوعيين كانوا يغتالون ويقتلون الناس في الخمسينيات مثلا يروحون يقتلون الناس وكان يطلعون عندهم حالات اغتيال كثيرة كان يسوون وكان يطلعون مظاهرات في بغداد ويرفعون شعارات يكتبون فيها الله في قفص الاتهام مثلا وشعارات أخرى يقولون فيها نحن الإنسان خلق الله وليس الله خلق الإنسان حسب دعواهم أنه الله فكرة خرافية يعني الإنسان خلقها لتفسير ظواهر ما وراء الطبيعة فالله لم يخلقنا بل نحن خلقنا الله والعياذ بالله هكذا يعني يقولون طيب هؤلاء تركوا هذا الكفر بالله عز وجل هذا الإلحاد تطور إلى أعمال إجرامية على الأرض فحينئذ لو اعتقلنا شيوعيا يتبنى هذه الفكرة ونرى أن له مثل هذه النزعة فنحاكمه ونفرض أنه يصل الأمر إلى حد الإعدام وقاية للمجتمع هذا لا إشكال فيه لأنه تركه على هذه الحال ممكن أن يفضي إلى تدمير سلامة المجتمع أمن المجتمع فهذا موضوع ثاني هذا طرأ عنوان آخر على العنوان الأولي نرح لنا هذا العنوان الثانوي بإجراء حد من الحدود فنحن هذه رؤيتنا وعلينا أن نفهم في كل الأحوال أن فقهاءنا ومراجعنا يلاحظون الظروف الموضوعية في إجراء الأحكام يعني نفرض أن فقيها يرى أن حكم المرتد الفطري هو القتل ولا يذهب لا إلى رؤية المجدد الثاني ولا إلى رؤيتنا لكنه في مقام إجراء الفعل إجراء الحد إذا ما رأى أن هناك مضاعفات سلبية يمكن أن تترتب على إجراء الحد حينئذ بالنظر إلى الظروف الموضوعية فإنه يوقفه يوقفه ولاية وهذا حاصل لو تأملتم الآن الآن كثير من الفقهاء بسبب الظروف الموضوعية التي تكتنفنا فإنه نظريا يقولون بشيء لكنهم عمليا يفعلون شيئا آخر ليش؟ لأنه الدين الإسلامي من إشراقته وجماله أنه دين الواقع يتعامل مع الواقع ولا يقفز عليه بل يغيره يغير هذا الواقع يحاول أن لا يكون قافزا على الواقع بحيث يتجاهله ويترك هذا الواقع بعلاته ويتصادم معه كلا الإسلام ربانا على أن نغير الواقع من داخل الواقع فإذا وصلنا إلى مرحلة أن هذا الواقع صار إسلاميا مثاليا أو مقتربا للمثالية صار لنا حينئذ أن نطبق باب العقوبات أما إذا كان الواقع لا يزال مريضا ولم يتسنى لنا تنظيفه أو إصلاحه فليس لنا حينئذ أن نجري هذه العقوبات لأن هذه العقوبات مبنية أولا على سلامة النظام الاجتماعي والواقعي الذي بين أيدينا